يي ابنك السر كل البيض الموجود بالبراد انا متأكد انه انتو كمان واجهتو نفس المشكلة معقول بعد هالعمر تلات عم قطع البندورة غلط للأسف ايه تلات عم قطع البندورة غلط اليوم رح عرفكن على الطريقة الصحيحة بكل بساطة جيبي اناني فاضي ودخلي بقلبن البيض ورح ترتاحي من مشكلة كتير كتير خطيرة بفصل الشطة عندك علبة الرز او العدس او الحموص انكسرت اليوم رح نعمل علبة بارخص سمن الفريزر عندك عم بتطلع ريحة اليوم رح اقدم لكم حلول كتير حلوة وافكار غيرة كتير مرحبا كيفكن اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احباقي رح عرفكن على كتير افكار حلوة تابعوني لانكن رح تستفيدوا كتير بالبداية رح نقطع البندورة بشكل كتير مرتب انا بعرف انكم بتقطعوها على طول بطريقة صحيحة بس طريقة تقديم عن طريقة تانية بتختلف عندنا هون حبة بندورة او حبة طماطم رح نقطعها بشكل كتير مرتب بشكل كتير حلو وقت تتقدم على الصفرة رح تتقدم بشكل ملفت جدا وحتكون الحبة معنا كتير رقيقة وكتير شكل حلو واكيد رح تشوفوا الفرق بين اول صحن وبين الصحن التاني طبعا فيكن الدخل وبيناتهم لحبات البندورة خيار فبيطلع عنا صحن كتير حلو هيدا الصحن اللي احنا قطت هيدا صحن اللي احنا عملناه بينما هيدا الصحن التاني شوفوا الفرق بين الصحنين شو رأيكم بطريقة التقطيع؟ حلوي ما هيك؟ جربوها ورح تدعولي عندك علبة رز او علبة حموس او عدس او فول انكسرت وانت بحاجة ان لتعملي علبة جديدة او لتشتري علبة جديدة ما بقى تشتريها عمليها من النينة فارغة رح نعمل رح نعيد استخدامة بطريقة كتير سهلة بكل بساطة جبت هوني متل ما شايفين النينة بيبسي فارغة وقصيتها بالنص بهيدا الشكل هوني حابت اعطي حل كتير حلو حل كتير رخيص وجبت هون متل ما شايفين كيس صغير رح دخل بقلبو الرز فيكن تحطو الحموس فيكن تحطو الفول فيكن تحطو العدس لبتكنية انا هون اخترت الرز لفرجيكن الداء هيدا الطريقة كتير سهلة وكتير عملية وفيكن طبعا تستخدموها او تعملوها عندكم بالبات بلى عجئة الكياس كتير فيكن تعملوهم بشكل مرتب وشكل كتير حلو بكل بساطة هندخلها بهيدا الشكل داخل الانينة يمكن افكارنا ما تعجب كتير من الناس بس انا متأجده كتير من الناس رح يستفيدو ومنعملها بهيدا الشكل وبيك البساطة هنجيب الغطة ونرجع نسكرها بهيدا الشكل وهيكي بنحصل على علبة صغيرة مؤقتة لحتى نحافظ عليها على اي شي موجود عنا بالبيت متل الرز وغيره كتير واذا بدنا كمان متل ما شايفين نرجع نفرغ الارز او اي نوعية عدس حمص فول محطوطة فينا نحطهم بهيدا الشكل بكل بساطة ومننزل ومنرجع منسكر الانينة ومنضبة شفتو فكرة كتير حلوة وكتير بسيطة على جانب احبه ايه اكتر الاوقات نحنا منعاني انه ولادنا بيفتحوا لنا البراد وبيكسروا لنا البيت بالارض او حتى اذا كنا حطين البيت خارج البراد خاصة بفصل الشتاء لانه بفصل الشتاء نحنا ما منحط البيت داخل البراد فاكتر الاوقات منحط البيت خارج البراد فبيجي حدا منولدنا بيكسر البيت وهيدا طبعا موضوع كتير مزعج زنخة وزفرة فابسط طريقة انه ندخل البيت داخل زجاجة فارغة او داخل انينة فاضية بكل بساطة بنعملها بهيدا الشكل طريقة كتير بسيطة وكتير عملية او حتى كمان فيكن تستخدموا هيدا الطريقة بفصل الشتاء بحال انتو بتحبوا دايما تعملوا كيك وانتو بتعرفوا انه الكيك مفروض نحط بقلبه بيض يكون بحرارة الغرفة فهيدا ابسط طريقة احباقي لحتى طبعا تحتفظوا بالبيد خارج البراد بامان وبعيدا عن ولادنا بعد ما فتحنا الانينة رح ناخد البيد وندخلهم الى داخل الانينة بيك الامان واكيد رح نحتفظ بالانينة طبعا من دون ما انه تتكسر معنى ولا بيضة نفتحها بهيدا الشكل بعد ما قصيناها ومندخل البيد الى الداخل افكار بسيطة بس صدقوني صدقوني كتير حلوة وكتير عملية هون عنا بتساع اربع بيضات متل ما شايفين اكيد فيكون تجيبوا النينة اكبر وتعملوها بنفس الطريقة كمان رح اعمل واحدة تانية بنفس الطريقة كمان رح ندخلهم بهيدا الشكل كمان بنفس الطريقة عملنا الانينة التانية بهيدا الشكل طبعا انا عملت كزا انينة متل ما شايفين هلا بيك البساطة رح اجيب خاط لحتى ابعدهم عن متناول الولاد لانه اكيد مجرد ما انه يشوفوا بيد محطوط على المجلة او محطوط على الطاولة رح ينكسرهم بالارض فابسط الطريقة رح جيب خاط واربطهم وعلقهم بزرفة المطبخ بهيدا الطريقة رح ابعدهم ورح عليهم مستحيل انه ينكسروا مرة تانية بيك البساطة طريق التقطيع متل ما شايفين وركة دجاج بيك البساطة في ناس كتير بيقطعوا غلط هيدا الطريقة الصحيحة للتقطيع بنبعد شوي صغيرة عن العضم من عد واحد اثنين بهيدا هون وبنقطعوا بهيدا الطريقة وهيدي ابسط واسهل طريقة للتقطيع الصحيح اذا بدك تعملي رز عدجاج مع لحمة قبل ما تبلشي باللحمة مفروض تقلي لقلوبات بنفس الزات اللي بدكن تعملوا في اللحمة بهيدا الطريقة رح نحصل على ناكها جدا لذيذي بسبب لقلوبات بعد ما حمصناهم بهيدا الشكل بنرجع بنحط اللحمة واكيد بنكفي طبختنا بكل بساطة عندك الفريزر عم تعطي ريحة حطي فحمة بقلب الفريزر ورح تسحب لك كل الروائح الكريهة الموجودة اذا كان في عنا لحمة مجمدة دجاجة مجمدة وغيرة كتير ما قالك الا انك تحطي فحمة هيدا طبعا مجربي وجدودنا كانوا يعملوها طريقة كتير سهلة احبها وهيدي افكارنا لليوم ان شاء الله تكون عجبتكن اي فكرة حبيتوا اكتر شي قلولي تحت بالكومنتات انا هلا بدي ودعكن احبكني كتير كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم ما تنسوني من اللايك الى اللقاء باي باي